يقول السائل هل يجوز أن نمثل مسرحيات إسلامية ونستمع على الأناشيد؟ هذا للفارغين اللي ما لهم شغل هم اللي يستعملون هذا يحبون الأغاني ويحبون اللهو يعملون مسرحيات ويعملون أناشيد لأنهم فاضين ما عندهم شغل لا عبادة ولا عمل دنيا هذا ما يصلح للمسلم مسلم يذكر الله ويتلو القرآن ويسبح ربه ويكبر هذا بدل الأناشيد وبدل نعم أما المسرحيات هذه من عمل الكفار ما كانت معروفة عند المسلمين يدخلها شيء من الكذب وتمثيل الناس تمثيل الناس وهم لا يرضون أن يتمثلهم لو يجي واحد يمثلك هل ترضى؟ لو يجي واحد يمثلك يمشي مشيك ويتكلم يقلد صوتك وترضى بهذا هذا تنقص للشخص الممثل ولسي ما إذا كان ميتا هذا يعتبر من الغيبة نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر